شباب اليوم مصطفى البلدنا أيها الشباب إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل من فصائص الشباب لأن أساس الإيمان القلب الذكي وأساس الإخلاص الفؤاد النقي وأساس الحماسة الشعور القوي وأساس العمل العزم الفتي وهذه كلها لا تكون إلا للشباب ومن هنا كان الشباب قديما وحديثا في كل أمة عماد نهضتها وفي كل نهضة سر قوتها وفي كل فكرة حامل رايتها موسيقى 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 لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين وحقائق اليوم أحلام الأمس وأحلام اليوم حقائق الغد موسيقى ولا زال في الوقت متسع ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة بغم طغيان مظاهر الفساد موسيقى موسيقى إن الزمان تيتمخض عن الكثير من الحوادث الجسام وإن الفرص للأعمال العظيمة تتسنح وتكون وإن العالم ينتظر دعوتكم دعوة الهداية والفوز والسلام لتخلصه مما هو فيه من الآلام وإن الدور عليكم في قيادة الأمم وسيادة الشعوب وتلك الأيام نداولها بين الناس وترجون من الله ما لا يرجون تستعدوا أيها الشباب وأعملوا اليوم فقد تعجزون عن العمل غدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الامام شهید